أكدت دولة الإمارات وجوب أن يكون 2023 هو العام الذي يتحقق فيه السلام في اليمن ودعم الجهود الدولية كافة لوضع نهاية للصراع وتلبية تطلعات المشروعة للشعب اليمني وتحقيق السلام والاستقرار جاء ذلك خلال مشاركة معالي نور الكعبي وزير الدولة في أعمال مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة في جنيف وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات دعم الشعب اليمني وذلك من خلال دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل بمبلغ وقدره 325 مليون دولار أمريكية ترجمة نانسي قنقر